بصورة أوضح تعود سيدة سي آي آي من تركيا ما تحمله من هناك سيكون ذا أثر لا شك في موقف البيت الأبيض من قضية جمال خاشقجي قيل الكثير عن استماع جينا حسبل خلال مهمتها القصيرة لتسجيل يوثق جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلده في إسطنبول لكن جهازي المخابرات الأمريكية والتركي يمتنعان عن التعليق على ما ذكرته ريترز ونشرته قبلها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بالنسبة للصحيفة التسجيل الصوتي يضع المزيد من الضغوط على واشنطن كي تطالب الرياضة بمحاسبة الجنات تتحاشي المتحدثة باسم البيت الأبيض الخوض في ذلك فسارا ساندرز لا تشير إلى التسجيل الذي وصفته مصادر في واشنطن بالمقنع للغاية وتكتفي بالقول إن مديرة وكلة المخابرات المركزية ستقدم للرئيس إحاطة بشأن المستجدات في قضية خاشقجي فأي موقف سيتخذه دونالد ترامب إذا تأكدت له الشكوك في تورط سعودي رسمي في الجريمة؟ هل سينحي حينها الصفقات والمصالح جانبا وينتصر للعدالة والقيم الأمريكية؟ ترامب الذي أكد حصول بلاده على قدر كبير من المعلومات بشأن اغتيال جمال خاشقجي أشار في أحدث تصريحاته المتقلبة إلى احتمال تورط ولي العهد السعودي في العملية وذلك بوصفه من يدير فعليا شؤون المملكة لكن الرئيس الأمريكي يفضل كما يقول ترك الكونغرس يتخذ الإجراءات المناسبة ضد الرياض بالطبع سيود المشارعون هنا الاستماعهم أيضا إلى ما لدى مديرة وكلة المخابرات المركزية كي تقوله غير أن ما توافر حتى الآن من معطيات لدى نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي جعلهم يطرحون مشروعا مشتركا لوقف بيع السلاح للسعودية ردا على اغتيال خاشقجي المبادرة تشمل أيضا حظرا على مساعدة المملكة في مجالات الأمن والتدريب والعتاد في ستراسبورغ سجل تحرك عقابي مماثل مع أن قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة البرلمان الذي طالب بتدويل التحقيق في مقتل خاشقجي دعا الدول الأوروبية إلى فرض حصار على صادرات الأسلحة إلى السعودية كما استبعد أن تتم جريمة قتل جمال خاشقجي دون تدبير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أو علمه وتلك شكوك يغذيها كما يبدو تبدل الروايات الرسمية السعودية يشير أحدثها لأول مرة إلى وجود نية مسبقة لدى المشتبه فيهم وذاك ما تنسبه نيابة العامة السعودية إلى معلومات قالت إنها واردة من الجانب التركي والحقيقة أن الأتراك المتأكدين من أن الاغتيال مدبر وتم التخطيط له لا يزالون ينتظرون إجابات وخطوات من السعوديين لم يحمل أي منها كما يبدو خطاب الأمير محمد بن سلمان المتودد إليهم ولا حديثه الهاتفي بطلب منه مع الرئيس التركي رجب طيب أردغان بعد يوم من ذلك كله ها هي ذي تركيا تكرر ذاتها المطالب من السعودية تريد معرفة الجهة التي أصدرت الأوامر بتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي تريد تولي التحقيق مع جميع الضالعين في الجريمة ومحاكمتهم أمام القضاء التركي وتريد قبل ذلك معرفة مكان الجثة أو مصيرها